قابلت حوثي في شارع التحرير في العاصمة صنعاء في عام 2016 طبعا حسب ما علمت بعد ما خرجت حتى وصلت إلى القاهرة على أنه قتل أثناء تصدي الأبطال وهم يدافعون عن منزل الزعيم الخالد علي عبدالله صالح في حيال كوميم قال لي بالفم المليان حقيقة يعني قال بنعمل رئيس وزراء ولي يكون رئيس وزراء هكذا الدهالين نصا يعني من العفافيش رئيس وزراء من العفافيش والسيد يكون مرجع أنا أقولها الآن بجد يعني عبر القناة ومباشر يعني هذا كلام في عام 2016 والله في عام 2016 ولي يكون عبد الملك الحوثي مرجع يعني ولي ولي مثل الولي الفقي في إيران قالها هكذا صراحة يعني وطرح لي اسم حقيقة يعني أنا لا أريد أن أصرح لكن طرح لي اسم قال هذا ممكن يكون رئيس وزراء قلت له بس عائلة علي عبدالله صالح جمهوريون الرئيس علي عبدالله صالح دافع عن ثورة 17 ستمبر في السبعين في حصار السبعين يوما محمد عبدالله صالح دافع عن الثورة في الحصار السبعين يوما أسرة علي عبدالله صالح كلها إذا قلت ضباط أو مدنيين كلهم سبتمريون لم تجد واحد ممكن يبيع ثورة قال سنبحث عن شخص آخر وعبد الملك الحوثي يكون مرجع يعني نفس نسخة ولاية الفقه وما يجري من 21 سبتمبر عام 2014 اليوم هو يمشي باتجاه نسخة ولاية الفقه في إيران مع تغيير طفف جدا في المسميات لكن المفهوم والمنهج والجوهر الداخلي هو ولاية الفقه ولذلك أنا أعتقد الشعب اليمني اليوم يا أستاذ بندر متنبه جدا لهذه القضية وفهم جدا لهذه القضية حتى عندما يشوف عندما يشوف مثلا علم يرتفع في وزارة لبيك يا رسول الله مثلا ويشيل علم الجمهورية اليمنية مع أننا كلنا نقول لبيك يا رسول الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد عبدالله ألف صلاف اليوم نصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا خلاف في هذا الموضوع لكن أن تزيل علم الجمهورية علم الجمهورية يا أخي هناك نضالات الشعب اليمني ناضل منذ فجر التاريخ وهو ناضل لا نقول حتى نضال 26 ستمبر يا أخي نضالة الشعب اليمني مستمرة من يوم الضحاك حتى الضحاك في حاشد والشعب اليمني يناضل من يوم دخول الرسي والشعب اليمني يناضل نشوان من سعد الحميري يناضل الشعب اليمني يناضل الموشكي ناضل الشوكاني ناضل الزبيري ناضل الأحرار كلها مناظلوا لا يمكن أن الشعب اليمني يبيع هذه النضارات يعني من خلال شعارات طائفية أو نسخة تطبع في اليمن على أن الشعب اليمني يبيع مبادئه وثوابته ونضاراته لجماعة عنصرية باغية يا أخي نضاراتنا واضحة جدا نضارة شعب لا أقول حتى نضارات السبتمبر 26 سبتمبر فقط لدينا إرث عالي لدينا إرث تاريخي لدينا إرث ثابت لدينا إرث متجدر في جذورنا في مناهجنا في كتبنا في وجداننا في ذاكر في اللواعي حتى في الواعي اليمني الآن يقول الحوثي مرفوض الإمامة مرفوضة